اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايك وحبايب قلب أخبارك وعملين إيه يا رب وكلكوا كونوا بخير النهاردة اليوم الثاني لدورة البطي بتاعنا الخليط المسكو في البلد وهنعمل له خلطة جميلة جدا جدا من تاني يوم لها نعمل الخلطة ريت علشان نتفادى الموت المفاجئ وكمان نرفع من المناعة البطي بتاعنا وإن شاء الله كده البطي يكبر معنا ويحول معنا بنتيجة كويسة إن شاء الله عايز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي القناة ياريت تنزي تشتركي فيها واتفع على الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله وكل خير حطوا لايكات كتيرة جدا عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين وكل تشوف الفيديو بتاعنا النهاردة ويستفيد طبعا زي ما أنتوا عارفين أحلى نوع بصراحة بربي وأحسن سلالة تكون كويسة بتشيل معاك وزنه بتحول معاك كويس جدا وطعمها زي البلدي وكمان الوزن بتاحها زي المسكوف الصافي ما شاء الله اللهم يا بارك يا طبعا الخليط المسكوفي طيب الخليط المسكوفي هنأخدها كده واحدة واحدة طبعا زي ما أنتوا شايفين أنا هنا معايا مي ببصل ودي يا جماعة من الحاجات الجميلة جدا جدا بترفع معاك المناعة بتاعة البط ومضى الضحايا وطبيعي علشان ناس كتيرة جدا قالت لي يا مشاهد البط عندنا من عمر أسبوع بيموت معانا ومناش عارفين هو بيموت ليه وبيجي له موت مفاجئ لازم الأيام ده يا جماعة طبعا في شهر أربعة من تلاتة وأربعة كده لغاية لما الصف إن شاء الله كده درجة الحرارة تستقر تبدأ أن أنت تعملي كده خلطات سريعة للبط بتاعك زي مثلا طوم مع بصل أو لمون شوية كزبرة على الأكل تدي طبعا أمش عاوز أقول لكم اللي إحنا ندي للبط ما يكون صغير كده ما بتدوش تحصين خالص إن ناس كتيرة جدا وبيجي لأسئلة كتيرة جدا إحنا عاوزين تكتب لنا اسم التحصين اللي إنت بتحصن بيها أنا مش بحصن للطيور عندي نهائي غير الفراخ البلدي إنما البط ما بحطلوش أي تحصين أكتر من العلف والخلطة اللي أنا بعملها له وكمان الفيتامين والأملاح المعدنية ده طول الشهرين بعد كده بنبدأ نديله خلط التسمين بعد خمسين يوم وبنشتغل معاه طبعا كل الشغل بيكون نازل على القناة وكل دورات البط بتاعتنا بيكون نازلة معانا على القناة تمام كده طيب إحنا النهاردة هنعمل له خلطة جميلة جدا جدا هترفع معانا المناعة وهتزود معانا البط ما شاء الله طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده البط اللي طلع من البطة امبارح أو أول انبارح بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا طبعا زي ما حضراتكم شايفين طالع الأبيض وطالع الأسود وكمان طالع اللون اللي هو الأبيض في أسود ده طبعا خليط مسكوفي وبلدي طيب حد هيقولي خليط المسكوفي لو احنا عايزين نهجينه عندنا هيبقى ذكر مسكوفي وانتهي بلدي أو العكس هيطلع لكم اللي اتنين تمام؟ دي قودية يا جماعة هيطلع لكم خليط المسكوفي إن شاء الله وهيعجبكو جدا جدا إذا كان بقى في المناعة بتاعته أو في الحجم بتاعه أو في الطعم بتاعه أو في الشكل بتاعه والطقل بتاعه وكمان الطول طبعا ده ما شاء الله سلالة كويسة جدا جدا تقدر تعتمد عليها في التربية وكمان تقدر تعتمديها برضو كمشروع لو انت حابة ان انت تعمليها مشروع وكمان تقدر تعتمد عليها لو انت بتسمني علشان مثلا هتاكل منهم أو حاجة فبالصراحة يعني جميل جدا جدا معانا هنا زي ما انتوا شايفين على في 23% تمام؟ ومعانا هنا كمان شوية من البصل طبعا بصل مفروم ومعايا شوية من الكزبرة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله هم مبارك عاوز اقول لك الخلطة دي جميلة جدا هنحط معاها دلوقتي حاجات جميلة جدا هتغزي معانا البط بتاعنا وان شاء الله كده هتخلي معانا البط يشير معانا أوزاء عاوز اقول لكم ان انا كمية العلف حابة العلف دولة هنحط عليهم تقريبا طلب معالق من الرضة يعني مش مكترة عليهم رضة كتير ثلاث معالق من الرضة وهنشوف باقي المكونات بتاعتني ايه وانا في البداية خالص نزلتلكو اول حاجة نزلتها للبط طبعا المية وكمان عليها العصارة بتاعت البصراية اللي انا طحناها في المفرومة او في الكابة او في الخلط عادي بتصفيها في مصفة بتاخدوا العصارة بتاعتها تحطيها على المية والطفل بتاعت البصل والطوم بتاعته تحطيها على العلف تمام كده؟ طبعا ده جميل جدا مدد اسموم طبيعي هيرفع معك المناعة غير كده كمان هيبقى مدد حي وطبيعي تقدر ان انت اااا تعتمد عليه بعد كده بدون ادوية وبدون اي حاجة لو تبطل ليقدر الله عنده بعد او مخنفر او اي حاجة من دي تمام معي بقى هنا بقى الخلطة بتاعتي معي هنا معلقة من حبة البرجة ومعلاقة من الكركم وطبعا البصلاف بتاعتي المفروما تمام كده طبعا زي ما نتواف عارفين وزي ما قلت لكم ان انا اخدت الوما بتاعتها المياjo بتاعت البصلتها على السقاية معلقة الكركومدة يا جماعة زي ما نتواف عارفين ان الكركم ده ده صيدلية بيترية يعني ايه ده يعالج اي مشاكل معوية بتبقى جوة البطن بتاعة البطة او الفرخة ما شاء الله بيمنع عنهم الاسهال ولو في اي حاجة في المعدة عندهم معوية ولا اي حاجة ده طبعا دوروا انهو بينظفوا كمان بيقوي مناعتهم الكوركم بقى ده رافع مناعة طبيعي يعني ما تجيش تقولي نشتري رافع مناعة من الصيدلية او نجيب مش عارف ايه الحبة البركة من الحاجات اللي ما شاء الله اللهم بارك بترفع مناعة الطيور معاك والبطلة زي ما قلنا وفصل الطوم ده طبعا مضاد زموم وكمان مضاد حي وطبيعي يعني انت كده عملت كذا حاجة في حاجة واحدة الخلطة دي بصراحة انا بستعملها وكمان بعتمدها للبط بتاعي وكمان الفراخ اللي اقل من اسبوع ما شاء الله بترفع معايا الوزن وبتخلي كمان البط والفراخ معايا ما شاء الله اللهم بارك يكونوا جمال جدا 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 في التحويل عاوز اقول لكم ان الخلطة لما بتنزل البط عندي بيشد فيها البصل والحاجة قبل العلفة دي خلطات بسيطة جدا اول اسبوع كده للبطة احنا بنعملها طبعا بترفع معايا الوزن غير كده كمان ان هي وبتبقى مغزية جدا جدا اليوم حد قبل كده كانت سألني طب فايدة الكوركم والحاجة اللي احنا بنحطولهم ايه طب ما احنا بنكون نحط علف صافي ماشي مفيش اي مشكلة حط علف صافي بس احنا بنعمل الحاجات دي كتزويدة من عندنا بترفع طبعا المناعة بتاعتهم طبعا ما فيش احسن من الحاجات الطبعية يعني بدلا ما تقود تدي هلاجات او مثلا الطيورة عندك بتكون تعبانه هي في صنو زغير لا حاول ان انت تديهم حاجات كده تكون طبعية تكون افضل لهم وتكون كويسة طبعا البط زي ما انتم عارفين احنا مش بندوله اي تحصينات نهائي خالص ولا اي حاجة ولا باشتروله تحصين من الصيدلية ولا بجيب له اي حاجة غير اكتر من المية اللي هم بيشربوها والعلف اللي انا بقدمه لهم اول 21 او 25 يوم وبعد كده مرحلة تغيير العلف ان شاء الله هنزلها لك برضو على الكلام هو دوت كل الحكاية اللي البط يعني كل دوت اللي البط بيحتاجه اول شهرين او اول 50 يوم وبعد كده بتبدأ ان انت تخلطت بقى تدي خلطات تسمين وبتدي كمان معاها اي بواية اكل بيت موجودة عندك بس طبعا قبل ما بتدي بواية اكل البيت لازم يكون البط على الاقل مقفل نص تريشة يعني يكون مقفل ريش بس ناقص حاجة بسيطة كده تمام طبعا زي ما قلتلكم وعاودتكم معايا انا ما بحطش اي حاجة من البواية بتاعت الاكل البيت يعني مش اي حاجة بنزلها للبط في العمر دوت كل اللي انا بنزلهله للمدة 50 يوم او شهرين في التمام بنزل لهم العيش وكمان بواية الرز اللي بتبقى موجودة عندي دي بحد ذاتها بتبقى كويسة جدا جدا للبط وللفراخ فالعمر دوت ومحدش يقول لي انت كده مش بتأسس لا انا كده بأسس وكمان بخلي الوزن يشيل معايا اوزان جميلة ما شاء الله كل اللي انا عرفهم ناس كتيرها جدا بدأت انها تستعمل الخلطة وما شاء الله مبسوطة منها جدا 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 خلطات التسمين جميلة جدا وان شاء الله هنزلوك خلطة التسمين موفرة للبط من الاول شهرين اتوفر معاك في العلف وكمان هترفع معاك الوزن